بعد خلاف كبير وترك البيت فترة شهر تقريبا وبعد الصلح والعودة لا يوجد علاقة لمدة سنة واكسر من الرفض لا انت عايز حد يعود معاكم هو الاعداء ما في حاجة غلط انت مش استلحنا ورجعنا احنا بنعمل جدول للي هم مجاوزين حديثا يعني مثلا الناس لسه بالتيكت انا بوزهل انا مكسوفة اقولي الكلام ده انا بسأل حد من اولادي لسه متجاوزين ما لهمش مثلا سنة فالك يا ابو انا ست شهور مش مع بعض ليه ست شهور لأ ليه ليه وانت ليه ست شهور ست شهور دي عنام تستفهم ليه او لما تبقى لك عشر سنين او لبقى لك عشرين سنة تبقى ايه فيه ايه لا 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 مش فيه حاجة غلط هذه العلاقة من ضمن المفاهيم فيه ناس بتفتكر ان العلاقة دي علاقة غير يعني مش حلوة ربنا بيحباش ده المغضع طاهر الله هذه العلاقة يشتمها الله رايحها بخور زكية هذا الالتصاق هو من المسيح ازاي وكنيسة بتعتبر اما تكون في علاقة عشان تاني يوم تحضر قدس كأنك اكلت متأخر ما تتناولش بس يعني تحترس تسع ساعات لان اتقول لك انا ما عمشي ده عشان احنا انا رايح الكنيسة ماشي يا سيدي انت كده وبعدين تسع ساعات وتعالى عدل قدس وتناول هي حاجة نجاسة نو مش كده في حاجة غلط لازم حد يعم معاكو يعني ايه في سبب لازم نفحص الامر ده عايز بقى مشهورة وقعدة ايه في ايه عندك فكر غلط عندك حاجة في حاجة عباك في حاجة عباكي في تصور معين ما نفحص الدنيا تتعالك لازم في علاج اذا كان التكلم عن النظافة الشخصية من الاب الكاهن صعب فكيف للطرف من اطراف العلاقة اه بصراحة الطرف بضرورة اهتمامه بالنظافة اخرص الاب الكاهن اولاهم العنبانبر خلي نهتم بالنظافة النظافة من الاباد الفضلكم يعني نهتم بالنظافة مهم خلاص احنا الاطراف هتم يعني مثل تجيم الشجر مجهد جدا تعبان جدا مطرب جدا الريحة مش حلوة ابدا يلا يلا بينا يا مك سوف تقول لك خد شاور ما تاخد شاور يا اخي يعني مش حقيقة من العنبان بربقنا كمان يعني حاجات بديهية ليه يعني نفرح الاخرين يعني كان فيه جدول كان لطيف اوي اوي كان عنجي الجدول ده الجدول ايه اللي يفرق ايه اللي يفرق في العلاقة من جهة الرائحة ومن جهة حبة حاجات الحياة كان عندي جدول ده لطيف بس ما كان الوقت ما سعفنيش ان انا لقيه يعني برضو من اللاكن وبعدين لو فيه محبة وفيه بساطة ما بين الزوجين ممكن يقول بس انت ممكن تقدر تقول اللي انت تقوله لزوجتك وانت تقدر يتقول له بلطافة او انت بتزعل من مراتك لما تقول لك مثلا اعمل حاجة كده طب انت بتزعلي مثلا من زوجك لما يقولك حاجة كده لا 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 اه بزعل من الطريقة خليك خلي طريقتك وخلي طريقتك لطيفة يعني مثلا يعني مثلا مش لو بتستحمى بايه طريقة ديت مثلا او العكس طريقة كيف تكون الست هي من من تملأ نقص الزوج في كل من عقل وجسم وقردته واذا رأت خلل في جزء ماذا هو احنا بنكمل بعض في حاجات كتير لكن كيف تكون الست هي من تملأ نقص الزوج طب ليه اعتبرت انه في كل من عقل وجسم وقردته واذا رأت خلل اده في حد وره ده ده حاجة كيف للزوج مقاومة افكار ان زوجها كيف للزوجة مقاومة افكار ان زوجها يتخيلها يتخيل وحدة تانية داخل علاق تمنيني عرفتي ان هو بتخيل وحدة تانية هو قالك فاذا كانت تشعر وتسمع اخطاء له في اسمها في بعض الاحيان لا ما يقصدش ما يقصدش وانت مش تركز باي يا عم طب انت خلاص نويت تتوب رنكز بقى دي غلطة دي غلطة دي غلطة هو ما يقصدش مش هيعمل كده تاني وخلاص تاب خلاص خلاص تازعليش ولا دي فيتة للبتاعلة لأ صحيح معلش معلش وليه كافية ما يبيد عايز عصير بتاعل بس مش عارفة ارا حكايت نقص الزوج دي مش لكن معلش خلاص كافية انها رأيي قدسك في اني بحس ان بزعر ربنا في عامل علاقة اثناء الصيام دي سكولية ما بتقولش كده تعاليم الرسل الكنيسة سالمتها لنا قالت لنا كالقاتي العلاقة تمتنع امتناعا نهائيا في اسبوع الالام فقط اما باقي السنة هي تعتبر كأنها فطر لو انا صابح تاني يوم اتناول الا اذا اتفق الزوج والزوجة ان يخصصوا مثلا هذا الصوم ان لا يكون فيه علاقة مش لان العلاقة حرام او العلاقة غلط او العلاقة غير طهيرة لا لانهم عايزين يتفرغوا الصوم ده لعمل معين فمركزينه في العكاية ده تعاليم الرسل طلع حضرتك كتاب تعاليم الرسل حتلاقي اللي انا بقولك فيه ده مكتوب لانه احنا بيمتنع انا زي مثلا يعني منقول مثلا يوم القداس اتناولت النهاردة ما تعملش علاقة النهاردة تعمل علاقة بكرة ليه الاساس ايه يعني انا بعترض على الكلام الكلام ده مش موجود في حتة ده تنقلته اباء لكن انا دورت عليه بحثت عنه بحثي شديد غ يوم الاتجين ليوم الثلاث طبعا نعمل يوم التلاة طبيعي لمفعول التنوبة عيوم الحد ايه خلاص بقى راح خالص ايه الكلام ده لا انا معترض انا زا الكلام ابقى حيعترضوا علي فيه يقولولي انت بتقوله ده غلط بس انا بحست الكلام ده في النسكولية مفيش المنع الاجباري فقط اسبوع الالام طب ليه بنمنع في اسبوع الالام عاستبار برضو ان العلاقة خطأ لا ليه لان كان زمان اسبوع الالام الناس عايشة في كنيسة طي لي طول النهار فيش وقت بس ومركزين في شخص المسيح لدرجة اني الكنيسة بتبطل تقول مزامير وتقول سكت تيجوم لك القوة ولك المكت فادي بس فعني بس عشان كده وبرده اقول لك حاجة في نهاية لما ترجع لابي اعترافك اللي اقول لك عليه ابي اعترافك اسمعوه ما تسمعش كلامي لو انا ابي اعترافك تعالي وانا اقول لك الكلام ده لا يقوله عن ملأ لو رحت ابي اعترافك قالك سيبك من كلام الهقس اللي سمعته خلاص امين سيبك من كلام الهقس ده وخليك مع ابي اعترافك كلام فينال واضح زي الشمس خالص انا بقول لك الكلام ده ده تعلم لكن جا حد ما بقالك احنا استلمنا كده خلاص اوكي باش تسمع اوكي انا الكلام اللي انا بقوله ده بقى مسؤول عنه لان انا واغده بقى من ابي اعترافي ابي يقول لك حاجة تانية امشي تابعه ما تسمعش الكلام انا ابي اعترافك اسمع كما بقولك علي بقى قد يكون احد الاطراف مرهق ومتعب وقد يحتاج الطرف الاخر لعلاقة فاذا ابى الطرف الاول ما خلي برضو الطرف التانية عنده سنس يعني هو مسلا رجع التعبان ميت ما خلاص النهاردة مش فاذا ابى الطرف الاول اه فايه فتترجم للطرف الاخر بالرفض لا هو مش رافض ده مش رافض لكن ده تأجيل الى الطرف الاول يحب ويريد لكنه لا يستطيع في كل الاوقات فالعمل مع العلم ترجم للطرف الاخر اذا تمت انه تم عملها اه لسد الطلب وليس عن حب ده كلام سليم بصوا بقى انا اقول لك حاجة يعني انتو بس لان ايه انت طبيعا شغلك مرهقة وبطرهق بس بقى انت فاهمين انتو فاهمين بعض ما بينكم اسرار رهيبة بالناظر اليوم ده يبقى يوم لطيف من ايه عمدي استعدات من بدري استعداداته من بدري من اول من بدري من اول النهار ان احنا نبقى بالليل مع بعض بس يبقى في وقت اه نوضى بالدنيا اه نرجع بدري شوية نزبط الدنيا نعمل قصة لطيفة يعني قال لها متفقين يعني ان ايه خلاص هيبقوا مع بعض هي بتصلي هو خلص الصلاة بيستدي بتصلي بتصلي ايه ايه قصة حقيقية يعني ايه كان هو اللي قال لي يعني حقيقوا وهم اللي اتنين يعني حلوين خالص يعني يحكوا معي على السبيل الفن بيصالي قال لي عيني غفلت صحيت ليتني سوابها بتصلي يا لا ايه عدي شغل بكرة الرجل يعني سنس فيه سنس اهو صلاة اهو صلاة فيه ترتيب يجي الزوج عايز الزوج تقول ما في المسطول نعرف الخدمة من هنا لهنا لهنا قاعدة تعلمناها خلوتك بيتك خدمتك خلوتك يعني علاقتك مع ربنا بيتك نمر اتنين خدمتك او اي حاجة تانية ايه الحكاية وهو مجهول مجهول مرهب ترتيب ده مهمة اوي اوي يعني العلاقة دي بتنمي حاجات كده افتكر العقل الارادة العاطفة صحح المفاهيم الارادة اعلن رغبة العاطفة نميها ولإلهنا وكل مجلو كرام الابد امين اشتركوا في القناة